السلام عليكم درسنا هذه الحصة هو في التناسبية ودرس النسبة المئوية إذن في هذا الدرس سوف نتعرف على النسبة المئوية وطريقة حسابها النسبة المئوية هي طريقة للتعبير عن عدد على شكل كسر مقامه مئة يعني هي اسم آخر لكسر مقامه مئة ونرمز لها بالرمز في المئة يعني تقرأ في المئة وتستخدم النسبة المئوية في الحياة اليومية مثلا في المصارف والأبناء تستخدمها لحساب الفوائد على المدخرات أو القرود وكذلك تستعمل في حساب الدرائب وقد اعتاد التجار منذ العصور الوسطى على استخدام النسبة المئوية حتى قبل ظهور نظام الأعداد العشرية إذن فالنسبة المئوية هي كانت تستعمل قديمة جدا إذن أمثل لي بعض نسبة المئوية إذن لدينا 45 في المئة يعني 45 على مئة إذن النسبة المئوية هي كسر على مئة يعني مقامه مئة إذن هنا 45 في المئة يعني 45 على مئة تقرأ 45 في المئة 8 في المئة 8 في المئة هي 8 على مئة يعني 8 في المئة 67.3 في المئة يعني 67.3 على مئة وهي 67 في المئة ولكي نحول أي كسر إلى نسبة مئوية فإننا نحوله أولا إلى كسر مقامه مئة إذن كما قلنا أن نسبة المئوية هي على شكل كسر هي أصلا كسر مقامه مئة إذا أردنا تحويل كسر إلى نسبة مئوية إذن يجب أولا أن نحوله إلى كسر مقامه مئة إذا كان كسرا عشريا أو نضربه في مئة إذن نأخذ مثال إذن نأخذ مثال 1 على 5 إذن لتحويل الكسر 1 على 5 إلى نسبة مئوية إذن قلنا نحول هذا الكسر أو نحول مقام هذا الكسر إلى مئة إذن نستخدم طريقة تساوي الأعداد الكسرية إذن نضرب البسط والمقام في نفس الأعداد إذن من 5 إلى 100 إذن نضرب في 20 إذن نضرب 5 في 20 تساوي 100 إذن البسط كذلك في 20 إذن 1 في 20 تساوي 20 إذن الكسر يساوي 20 على 100 إذن 1 على 5 يساوي 20 على 100 يعني كسر مقامه مئة إذن و20 على 100 هي نسبة مئوية 20 في المئة أو كما قلت نضرب الكسر في 100 إذن هنا 1 على 5 في 100 إذن نضرب 1 في 100 ثم نقسم على 5 إذن 100 على 5 تساوي 20 في المئة إذن الطريقة الثانية يمكن استخدامها على جميع الكسور حتى إن لم تكن عشرية وعندما نقول كسر عشري فإننا نقصد به يساوي عدد عشري عندما نقسم البسط على المقام ويكون الخارج عدد عشري مضبوط يعني الباقي صفر ويكون الكسر غير عشري عندما نقسم البسط على المقام وتكون القسمة غير مضبوطة أو الخارج غير مضبوط يعني القسمة لا منتهية إذن وبما أن النسبة المئوية هي كسر مقامه 100 فيمكن تحويلها إلى عدد عشري كما نعلم إذن إذا كانت كسر مقامه 100 إذن يمكن كتابته على شكل عدد عشري إذن نأخذ مثال 14 في المئة قلنا هي 14 على 100 وكما نعلم 14 على 100 تساوي 0.14 إذن الآن لحساب قيمة النسبة المئوية من عدد إذن لحساب نسبة قيمة النسبة المئوية من عدد يعني كم تساوي على شكل عدد لدينا نسبة مئوية ونريد معرفتها على شكل عدد مثلا في مسألة فإننا نضرب هذا العدد في النسبة المئوية إذن نأخذ مثال للتوضيح أكثر إذن عدد تلاميذ مدرسة هو 450 تلميذا 30 في المئة منهم يستعملون وسيلة نقل أحسب عدد تلاميذ الذين يستعملون وسيلة نقل إذن هنا 30 في المئة هم تلاميذ الذين يستعملون وسيلة نقل والسؤال أو المطلوب حساب عدد تلاميذ الذين يستعملون وسيلة نقل إذن هنا يجب أن نحسب عدد الذي تمثله 30% إذن قلنا نضرب العدد كلي يعني العدد 450 في 30 ثم نقسم على 100 إذن لمعرفة 30% من 450 إذن نضرب العدد 450 في 30 يعني في النسبة المئوية يعني في 30 على 100 إذن كما نعلم 30% هي 30 على 100 إذن نضربها في النسبة المئوية يعني في 30 ونقسم على 100 إذن 450 في 30 على 100 تساوي 135 إذن عدد تلميذ الذين يستعملون وسيلة نقلهم 135 تلميذ أما الآن لحساب النسبة المئوية للعدد من عدد كلي إذن لدينا عدد كلي وجزء منه نريده على شكل نسبة مئوية إذن فإن نضرب هذا العدد الذي نريد أن نجد له النسبة المئوية يعني العدد الجزئي في 100 ونقسمه على العدد الكلي مثال للتوضيح أكثر إذن يملك أحمد مبلغ 300 درهما صرف منه 120 درهما إذن يملك 300 درهم هو المبلغ الكلي صرف منه جزءا الذي هو 120 درهم أحسب النسبة المئوية التي تمثل المبلغ الذي صرفه أحمد يعني النسبة المئوية التي يمثلها المبلغ 120 درهما من 300 إذن هنا قلنا نأخذ المبلغ الذي نريد أن نحوله إلى نسبة مئوية ونضربه في 100 ثم نقسمه على العدد الكلي إذن هنا 120 في 100 ثم نقسمه على 300 إذن 120 في 100 تساوي 12 ألف مقصومة على 30 تساوي 40 في المئة إذن الآن نمر إلى حساب النسبة المئوية للتخفيض وحساب 8 تخفيض وال8 بعد التخفيض إذن حساب 8 تخفيض والتمن بعد التخفيض إذن مثلا نسمع بالتخفيض بعشرون في المئة عشر في المئة من التمن الأصلي إذن هنا إذا كانت بضاعة خفضة تمنها مثلا عشر في المئة فإن كل مئة درهم من تمن هذه البضاعة الأصلي ننقص منه عشر الدراهم إذا كانت مبلغ التخفيض أو التاعف والنسبة التخفيض عشر في المئة فإن كل مئة درهم من التمن الأصلي ننقص منه عشرة دراهم إذن هنا النسبة التخفيض عشر في المئة إذن نأخذ مثال لحساب 8 تخفيض والتمن بعد التخفيض إذن 8 جهاز تلفاز هو 4500 درهم خلال موسم التخفيضات خفض ثمنه بنسبة 25% إذن المبلغ أو 8 تلفاز قبل التخفيض هو 4500 درهم إذن خفض ثمنه بنسبة 25% يعني كل مئة درهم من 4500 ننقص منها 25 درهم كل مئة درهم من 8 تلفاز ننقص منها 25 درهم ثم نجمع الباقي إذن هنا نبدأ أولا أحسب 8 تخفيض ثم أحسب 8 بعد التخفيض إذن ثمن التخفيض يعني الثمن الذي تم نقصه أو الذي تم طرحه من مبلغ الأصلي للتلفاز إذن لحساب مبلغ أو ثمن التخفيض إذن نضرب في النسبة المئوية ونقصب على 100 إذن لحساب 25% من 4500 يعني مبلغ التخفيض إذن نضرب في النسبة التخفيض إذن نضرب 4500 في 25 ثم نقصب على 100 إذن 4500 في 25 تساوي 111500 نقصب على 100 تساوي 1125 درهم إذن هذا هو ثمن التخفيض يعني الثمن الذي تم نقصه من الثمن الأصلي الآن نمر إلى الثمن تلفاز بعد التخفيض يعني الثمن الذي سيتم مدفعه لشراء التلفاز إذن قلنا الثمن الأصلي يعني قبل التخفيض 4500 تم تخفيضه بمبلغ 1125 إذن ثمن جديد أو ثمن بعد التخفيض إذن عملية بسيطة طرح إذن 4500 ناقص ألف ومئة ومئة وخمسة وعشرون إذن تساوي إذن 4500 ناقص ناقص ألف ومئة وخمسة وعشرون تساوي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون درهم إذن هذا هو ثمن التلفاز بعد التخفيض الآن نمر إلى حساب النسبة المئوية للتخفيض إذن لدينا ثمن بعد التخفيض وتمن قبل التخفيض إذن نريد النسبة المئوية لهذا التخفيض إذن نأخذ ميتر ثمن تلاجة قبل التخفيض هو عشرة آلاف وخمسمائة درهم وتمنها بعد التخفيض هو ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون درهم وحسب نسبة التخفيض يعني النسبة المئوية للتخفيض إذن قلنا هنا الثمن القديم أو الثمن قبل التخفيض هو عشرة آلاف وخمسمائة الثمن بعد التخفيض تمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون إذن نريد حساب نسبة مئوية للتخفيض إذن إذا أردنا حساب نسبة مئوية للعدد يجب أن نجد هذا العدد إذن هنا يجب أن نبحث أولا عن مبلغ التخفيض إذن لحساب نسبة التخفيض يجب أن نجد مبلغ التخفيض إذن هنا مبلغ التخفيض هو الفرق بين الثمن بعد التخفيض والثمن قبل التخفيض إذن ننجد عملية طرح حشرة آلاف وخمسمائة ناقص ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون تساوي ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون درهم إذن هذا هو مبلغ التخفيض الذي نريد أن نحسب نسبته المئوية إذن كما قلنا لحساب نسبة مئوية لعدد نضربه في مئة ثم نقسم على العدد الإجمالي أو الكلي إذن هنا نأخذ ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون نضربه في مئة ونقسم على العدد الكلي يعني عشرة آلاف وخمسمائة إذن العدد الكلي هنا هو الثمن قبل التخفيض يجب الانتباه وليس بعد التخفيض إذن ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون في مئة سوى مئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة نقسم على عشرة آلاف وخمسمائة تساوي خمسة عشرة في المئة إذن خمسة عشرة في المئة هي نسبة التخفيض إذن يجب الانتباه جيداً قبل إيجاد أو حساب النسبة المئوية لعدد يجب أن نجد هذا العدد إذن هذا العدد هو الذي سنضربه في مئة ثم نقسمه على العدد الكلي ليس أي عدد إذن هنا نسبة التخفيض إذن يجب أن نبحث عن مبلغ التخفيض هو الذي نضربه في مئة ثم نقسمه على العدد الكلي يعني المبلغ قبل التخفيض إذن سيكون هناك تمارين كباقي الدروس إضافية ستنجدونها ثم نقوم بتصحيحها وشكراً شكراً